مرحباً أعزائي أعزائي اليوم سوف نقوم بإمكانكم في بيتنا مدرسة اليوم سنقوم بعمل مراجعة كاملة عن ما سبق درسته في الفصل الدراسي الأول نراجع اليوم من خلال عمل أسئلة الأسئلة بتاعتنا هي أسئلة الورقة الامتحانية كل آخر امتحان بيجي لنا أسئلة فالأسئلة دي نحن نتعلم مع بعض إزاي نحل كل سؤال على حدة في البداية إن شاء الله هنبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول عندنا بيبقى أختيار الإجابة الصحيحة من أربع إجابات عندنا طيب قبل ما أبدأ السؤال دو لازم أفكر إزاي أحل السؤال دو طيب ياميس دلوقتي إحنا السؤال دو نقود نقود لأ ده ABC ونقود نختاره ونقول حدي لا إحنا النهاردة هنبدأ نتعلم إزاي نحل بالطريقة الصحيحة أول حاجة لازم تكون معانا علشان نحل السؤال ده هم حاجتين هيبقى عندنا الفوكاب بتاعتنا اللي إحنا درسناها على مدار الترب وتاني حاجة بتبقى معانا القواعد الجرامر اللي إحنا درسناها أول سؤال عندنا بيقول أول حاجة لازم أعرفها هي السؤال بيقول لي إيه؟ معنى الكلام إيه؟ بيقول هنا أن النوافذ أو الشبابيك بتصنع من مادة الزجاج ليه؟ بيقول أنا عندي هنا أربع اختيارات لازم أختار الكلمة المناسبة اللي عندي تناسب المعنى دوت عندي هنا أول معنى هو ترانسبيرانت بعد كده فلكسبل بعد كده دكتايل بعد كده عندنا ديرابل طيب أي حد فينا دلوقتي لما نيجي نختار ممكن يختار أول جملة اللي هي ترانسبيرانت طب أنا هنا اخترت ترانسبيرانت طب تعالوا نشوف كده هل الجملة دي هتبقى صح ولا غلا ويندوز ار ميد اوف جلاس بيقول اي ترانسبيرانت ماهي ترانسبيرانت ترانسبيرانت يعني نرى كل شيء خلفه يعني شفاف نقدر ان احنا نشوف كل شيء من خلفه يبقى معنا كده ان الاجابة بتاعتنا صحيحة النوافذ مصنوعة من الزجاج لانه شفاف نومبر ايه رابر ايه مصنوعة رابر ماهي ترانسبيران رابر؟ رابر يعني هنا المطاط المطاط هو مادة ايه؟ يبقى انا هنا اريد اجيب معايا صفة من صفات المطاط طب عندي اربع اجابات تعالوا نشوف كده الاربع اجابات اللي عندنا فرجل فليكسبل ترانسبيرانت داكتايل طيب الاربع اجابات دول مين فينا هنا يختار الاجابة؟ عندنا هنا فليكسبل رايت فليكسبل مينز مارين فليكسبل مينز مارين طيب ماهي انا عندي المطاط اصلا كلمة مطاط معناها المرونة حاجة مارينة يبقى احنا هنا وصلنا للاجابة الصحيحة السؤال الثالث عندنا The mast of sailing boat is made of aluminum because it's very space يبقى المست of sailing boat ماهي معناها الصاري اللي بيشيل معايا السيل اللي هو الصاري اللي بيشيل الشراع يعني ايه؟ يعني دا عمود طويل بيبقى متركب في البوت يبقى معنا كده ان احنا بنعمله من مادة الالومنيوم ليه؟ هل هو علشان light ولا heavy ولا expensive ولا transparent الاجابة اللي عندي هتبقى light what is the meaning of light light هنا معناها خفيف وزنه خفيف يبقى the mast of sailing boat is made of aluminum because it's very light very good احنا كده وصلنا لحلول بسيطة وكويس نيجي للسؤال اللي بعد كده number four allow me to space my friend to you دعني اقدم لك زميلي احمد طيب فاكرين قبل كده احنا خدنا في درس من الدروس انه when you introduce your friend or your brother to anyone بنستخدم إكسبريشنز معينة واحد منهم اللي هو allow me to طب الإكسبريشن الثانية اللي هو بيديني نفس المعنى ايه هو let me let me يبقى عندي واحد allow me to والتاني let me طيب what is the different between two إكسبريشنز الإكسبريشنز اللي عندي هنا اللي هو allow me لازم يجي بعده two لازم يجي بعده two طيب والإكسبريشن الثاني اللي هو let me لا هنا لما بيجي let me ما بنجيبش بعدها two وبنجيب على طول الفعل في المصدر وراه طيب جالنا النهاردة allow me to يبقى لازم احط ايه بعد two طبيعي احنا عارفين ان بعد two يجي بعدها الفعل في المصدر يبقى الإجابة عندي allow me to introduce my friend ايه الصفة اللي المفروض تكون متوفرة فيه النهاردة هو مدينا نفس المعنى للصفة اللي هو it floats easily in water what the meaning of that معناها ان هي بتطفو بسهولة فوق الماء يبقى احنا عايزين كلمة معناها الحاجة دي بتطفو فوق الماء طب ايه هي الكلمة دي من وجهة نظركو very good point احنا اخدنا قبل كده كلمة point point here معناها ان المادة ديت بتطفو فوق سطح الماء بسهولة بتطفو فوق سطح الماء يعني ما ينفعش انها تبقى تقيلة علشان تغرق جوه الماء فالبلاستيك فوم من البروبيريتس بتاعته انه هو point السؤال اللي بعد كده number six the very old wheel should be space with a new one العجلة الاديمة بتاعتنا should be يجب an نقط بواحدة جديدة اه يبقى احنا عندنا هنا ان احنا عايزين نبدل العجلة الاديمة ب another one another new one طيب عندنا هنا اربع اجابات الاربع اجابات دي هاختارها على اساس ايه انا عندي هنا الكلمة اللي بعد الاساس القبل الاساس على طول should be فاكرين يا ولاد احنا خدنا قبل كده لما يكون في الجملة بدايتها في المفعول به مش الفاعل بيبقى معنا كده ان الجملة دي في زمن passive voice passive voice اللي هو المبني للمجهول طيب يا ميس المبني للمجهول ده لي قواعد ايوه لي قواعد بنقول هنا انه لما يبقى فيه should يبقى لازم بنضيف لها بي بلاس بي 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 بلاس بي بي طيب انا عندي هنا should وبي يبقى فاضلي اخر حاجة اللي هي الفيرب اللي هو في التصريف التالت للفعل اخترنا هنا replaced اخترنا هنا replaced بقت بجملة عندي the very old wheel should be replaced with a new one سؤال بعد كده احمد is very space he thinks of new ideas احمد عايز يقول هنا في صفة الكاركتر بتاعته يبقى انا بوصف الكاركتر بتاعته بوصفها طب هو هنا جاب لي برضو معنى الكلمة اللي عاوز احطها قال لي هو he thinks of new ideas يعني بيفكر في افكار جديدة يعني مبدع يعني عنده افكار جيدة يبقى انا لازم اختار هنا الصفة اللي تؤدي نفس المعنى اللي هي هتبقى innovative اسمها ايه innovative احمد is very innovative he thinks of new ideas احمد هو شخص مبدع علشان هو بيفكر افكار جديدة السؤال اللي بعده Cooper is a good space of electricity Cooper is a good space of electricity هو بيتكلم عن النحاس وبرضو بيقول ان في بروبيرتي فيه ان هو حاجة للكهربا طب ايه الحاجة اللي هو بيتكلم عنها هو عايز يقول لنا ان هو موصل جيد للكهربا موصل جيد للكهربا علشان كده هو جاب لي اجود اجود لازم هيجي بعدها هنا نون هيجي بعدها نون الكلمة اللي هتتحط المناسبة هي برافو عليكو انا شايفه فيه تجاوب وفيه محد معي بيجاوب صح Cooper is a good conductor of electricity معناها هو النحاس هو موصل جيد للكهربا السؤال اللي بعد كده بوليستر is used for making بوت سيلز بيكوز it is space to water بوليستر هي الماتيريال اللي احنا بنستخدمها فاحنا بنستخدمها فورميكينج بوت سيلز قلناها قبل كده اللي هي الشراع اللي بيبقى في المركب شراع المركب طيب ايه الصفة المتوفرة في المادة دي علشان نعمل منها السيل عايزين حاجة تقول ان هي مقاومة للمية مقاومة للمية طيب يبقى انا لو اخترت هنا كلمة مقاومة للمية مقاومة للمية يبقى عندي البوليستر is used for making بوت سيلز بكوز it's resistant to water لانه ضد المية او زي ما بنقول كده بالعمي يعني ما بيتقصرش بالمية ولا يتبل جينا لاخر سؤال في او اخر نقطة في السؤال دوت it is essential space the tires of a car before a long journey before a long journey it is essential it is essential هنا لو احنا افتكرنا في درس قبل كده من الدروس خدنا الاكسبريشن دوت الاكسبريشن ده معناه ايه؟ معناه ان هو من الضروري طب نفتكر مع بعض كده احنا خدنا كلمات تاني بنفس المعنى ايوه احنا خدنا خدنا كلمة it is important to وخدنا كلمة it is necessary to يبقى عندنا التلات كلمات بنفس المعنى طب احنا لاحظنا اننا لما باجي اقول it's essential to it's necessary to it's important to انا لاحظت في كل واحدة كتبت كلمة ايه بعدها to اه يبقى معناه كده لازم يجي بعد الكلمة دي to plus الفرب في الانفينتب يعني الفعل في المصدر يبقى الجملة هتكون عندي دلوقتي it's essential to test the tires of a car before a long journey من الضروري او من المهم ان انا اختبر اطار العربية بتاعتي قبل اي رحلة طويلة بكده نكون قدرنا ان احنا نعرض مع بعض السؤال الاول اللي هو بيبقى عبارة عن choice والسؤال ده ياولاد بيبقى بيجمع درجات كتير فاتمنى ان احنا لما نيجي نجاوب عليه نجاوب بالطريقة اللي احنا جاوبنا فيها مع بعض دي ازاي نحل السؤال نعرف معنا الكلمة نقدر نحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب دلوقتي جينا للسؤال التاني في الامتحان وهو supply the missing parts in the following dialogue supply the missing parts in the following dialogue هو ان احنا نكمل الديالوج اللي معانا بجمل من عندنا بنيجي هنا نقول يا ميس احنا السؤال دوت من الاسئلة اللي بتعمل لنا مشاكل ومش بنعرف نحلها وصعبة جدا علينا ودايما بنسيب الورقة فاضية لا انا النهاردة جاي علشان ابدأ اسهل معاك واقولك ازاي نقدر نحل سؤال زي ده سؤال في منتهى البساطة وبيحتاج مننا بس شوية التركيز شوية في بداية اول ما اشوف السؤال الديالوج بتاعي لازم اول حاجة ان انا اقرأ الديالوج كله ازهول يعني ايه يا ميس يعني انا بشوف طلبة يبدأوا يجوا يشوفوا الفراغ الاولاني ويقول ايه اه ده عايز سؤال لا ده عايز اجابة لا انا مش عايزك تعمل كده انا عايزك النهاردة تفكر بطريقة جديدة ازاي تعال ان بص على الديالوج ككل كاني انا دلوقتي قاعد اقرأ موضوع تعال مع بعض كده نجرب اشرف ايز انزا ميكانيكس اشرف هنا بيتكلمنا عند الميكانيكي يبقى معنا كده ان انا فهمت ان الحوار النهاردة او الديالوج النهاردة ما بين واحد اسمه اشرف والميكانيكي هلبدأ نشوف الميكانيكي هيقول ايه جود مورنينج مستر اشرف واتس رونج ويز يور كار طبعا بداية لازم الميكانيكي يقوله يرحب بيه الاول وبعد كده يقوله ايه اللي انت بتشتكي منه في عربيتك هيرد عليه يقوله ما بتشتغلش خالص مش بتدور معايا او لات مي سي طب ما تيجي نبص كده عليها دا سبارك بلاكز نيد تو بي كليند اول ما شغل عربية عارف العيب على طول قاله لأ الاسبارك بلاكز بتاعك محتاجة انها تتنظف محتاجة انها تتنظف فيه سؤال اتسأل او جملة قالت من اشرف هنعرف بعد كده دا سبارك بلاكز نيد تو بي كليند افري سري مانسز رد عليه الميكانيكي قاله ان الاسبارك بلاكز دي بتحتاج ان هي تتنظف كل ثلاث شهور طيب اشرف رد عليه وقال له and what about the oil what about the oil طب وبالنسبة للزيت اخبروا ايه معانا يعني هنعمل فيه ايه دا السؤال اللي بعده at five thousand kilometers intervals at five thousand kilometers intervals هو جاوب نص الإجابة وسب لحضرتك الإجابة التانية هنعرفها فيما بعد اشرف سأل سؤال تاني الميكانيكي رد عليه وقال له you can come back to take it at six o'clock تقدر تيجي تستلمها او تاخدها الساعة ستة بالزرع اشرف رد عليه وقال له thank you طبعا الرد الطبيعي thank you not at all Mr. أشرف انا كده عرفت الحوار بتاعي بيدور حوالين ايه وعرفت انا هعمل ايه طيب هنيجي بقى دلوقتي لأول space عندي في الديالوج اللي هو الكلام اللي المفروض اشرف هيقوله طب الكلام اللي اشرف هيقوله ده هل هو يعتمد او ينتمي للكلام اللي قابله ولا اللي بعده لا ده هو بينتمي للكلام اللي بعده لو بسيط للكلام اللي بعده the spark blocks needs to be cleaned every three months يبقى انا هنا الميكانيكي رد على سؤال لأشرف طب ايه ممكن يكون السؤال دوت طب نفكر كده مع بعض احنا خدنا قبل كده فيه درس من الدروس ان احنا عندنا لو احنا سألنا عن ما المدة او ايه الطايم اللي بناخده او ايه المسافة او ايه المدة اللي بنستخدمها علشان نعمل حاجة خدنا كلمتين اللي هي how often اللي هي كم مرة غالبا وhow regularly هناخد واحدة من الاتنين طبعا احنا النهاردة هنستخدم how often how often do how often do they need to be clean طب they دي عايدة على مين عايدة على قال كلام هل الكلام دوت ايه هو هو عبارة عن رد على السؤال اللي اشرف سأله السؤال كان بيقول what about the oil what about the oil رد الميكانيكي عليه قال له it should be changed it should be changed يعني ايه المفروض ان احنا نغيره at five thousand kilometers interval مسافة كل خمس تلاف كيلو طب هنا it should be يا ولاد بتبقى لو احنا بصنا لها اتكلمنا عليها قبل كده ان هي برضو بتعبر عن passive voice ان احنا بدأنا بال eat وبعد كده جبنا should be last past participant هنيجي لاخر جزء من اجزاء الديالوج اللي هو اخر space عندنا طب الspace دي بيعتمد على الجزئية اللي بعد طب نشوف الجزئية اللي بعد بتقول ايه you can come back to take it at six o'clock اه يبقى هنا اشرف سأل سؤال بيقول امتى اجي استلم العربية امتى متى طب احنا عارفين ان متى هنا بناخد لها كلمة when when can I come back to take it امتى اقدر اجي اخد العربية او استلم العربية فقال له you can come back to take it at six o'clock كده احنا قرينا اضايل الكل على بعضه وقدرنا ان احنا نكتب الفراغات من خلال الموضوع ككل نيجي بعد كده للسؤال الثالث وده بيبقى سؤال القطعة سؤال القطعة ده بيبقى عبارة عن passage والباسج دي ما بتبقاش بعيدة عن اللي احنا درسناها لازم بتكون عندنا من خلال الدروس اللي احنا درسناها في الترم كله ما بتخرجش بالاطلاق عن الكلمات الجديدة اللي احنا خدناها طيب هنعمل ايه يا ميس في السؤال دوت السؤال دوت لازم احنا نقرأ الباسج كلها as a whole passage ونعرف كل كلمة في الباسج بتقول ايه بعد كده بنلاقي نوعين من الاسئلة النوع الاول بيبقى ثلاث اسئلة دي بتبقى اسئلة مقالية يعني سؤال بنجاوب عليه باجابة طويلة شوية طيب يا ميس هنعمل ايه في السؤال ده احنا ونقرأ الاسئلة هنبدأ نفتكر ونقرأ القطعة لا ده السؤال ده كان في الجزئية الفلانية فنقوم راجعين للقطعة تاني ونقوم حطين خط تحت الاجابة المناسبة ونقوم نقلينها في ورقة الاسئلة طيب نشوف الكلام ده على الطبيعة ونقول different materials are used صناعة اشياء مختلفة هناخد هنا عندنا كزا مادة خام وقايل لنا الصناعات اللي بتقوم عليها اول واحدة كوبر is used for making electric wires because it's easy to stretch اه يبقى انا هنا جاب لي مادة النحاس وكلمني عنها قال لي ايه it is used for making electric wires هي بتستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية طب ليه احنا بنستخدمها في صناعة الاسلاك الكهربائية لانها easy to stretch what is the meaning of easy to stretch easy to stretch معناها ان هي من السهل انها تمطط يعني بتتشد معاك سهلة الشد او السحب but it's difficult to break هي قابة تشد معاك ولكن من الصعب انها تكسر من الصعب انها تكسر we used iron for making devices what is the meaning of vices دي المنجلة دي طول بيستخدمها بعض الحرفيين اللي عند دي طب بنستخدم الحديد في صناعة المنجلة طب ليه بنستخدم الحديد ما بنعملوش من مادة تانية ليه because it's heavy and doesn't bend easy لازم المنجلة دي تبقى مصنوعة من مادة تقيلة وتكون مش من السهل انها تتاني معنا يعني لما نكون منشتغل عليها ما تتنيش معنا تبقى صلبة معنا gravite is very strong gravite is very strong so squash and the tennis rackets are made of it طيب انا عندي هنا مادة الجرافيت هي مادة قوية جدا ماشي علشان كده بنستخدمها في صناعة ايه في صناعة التنس والسكواش راكت اللي هي مضارب التنس ومضارب السكواش بتصنع من مادة الجرافيت الجرافيت رابس are usually made of نيلون رابس اللي هي الاحبال الحبل اي حبل بنستخدم ونربط بي حاجة بتاع فده بيبقى بيبقى مصنوع من مادة النيلون ليه مادة النيلون it cannot be stretched ما بتتمطش معايا مش لما اجي استخدم الحبل لقى ايه بيتشد معايا لأ and it cannot be cut وما يتقطعش مني وانا بربط بي استحال انه هو يتقطع بسهولة tarmac has compressive strength tarmac has compressive strength انا عندي مادة التارmac دي اللي هي بتستخدم في رصف الطرق في رصف الطرق طيب ايه البروبيريتي بتاعتها اللي بتخلينا نستخدمها في الحاجة دي لان هي تحتوي على compressive strength من خصائصها ان هي بتتحمل الضغط لو ضغطنا عليها ما بتتأثرش طب ايه اللي هيفيدنا في كده طبعا احنا الروت بتاعتنا بيبقى ماشي عليها عربيات كتيرة وحمولة كبيرة لازم تتحمل الحمولة اللي ماشي عليها so رودز are made of it علشان كده بنعمل الطرق منها aluminum aluminum is very strong but also very light الالمينيوم مادة الالمينيوم هي مادة قوية جدا ولكن في نفس الوقت من خصائصها انها مادة خفيفة يعني بتعتمد على خاصيتين مهمتين جدا بالتالي many useful things are made of it علشان كده احنا بنصنع منها اشياء كتيرة جدا مفيدة such as ايه الاجزامبلز اللي عندنا اللي احنا بنصنع منها اللي احنا بنصنع من الالمينيوم اول حاجة الكوكينج بوتس ايه هي الكوكينج بوتس اللي هي الاواني بتاعت الطبخ بتاعتنا احنا كنا بنطبخ في الالمينيوم لان المواصفات دي صالحة جدا ان احنا نستخدمها في الاواني and parts of tool في some parts اجزاء في ادوات معينة او الات معينة بنستخدمها بتبقى مصنعة من الالمينيوم and machines the parts بتبقى في machines or tools wood has many uses wood wood اللي هو الخشب هو الwood بيبقى معظم اشياء كتيرة قوي بيبقى مصنوعة منه it's used for making furniture اول استخدام لي بيبقى صناعة الاثاث اللي هو اساس المنزل اللي هي حجرات النوم حجرات المعيشة حجرات وهكذا doors الابواب windows الشبابيك اه لو احنا بصينا هنا الwindows احنا يميس قبل كده حضرتك قلتي ان الwindows بتتعامل من الجلاس ايوه فعلا الwindows بتتصنع من الجلاس لان الجلاس بيبين وراء الwindows احنا بنقول ان الwindows بيتكون من frame frame و مادة جوه الframe المادة اللي جوه الframe هي الجلاس اما الفريم نفسه فبيبقى wood بيبقى wood عندنا chairs المقاعد اللي بنقعد عليها discus برضو المقاعد والكراسي and parts of ships and boats وبعض اجزاء السفن والمراجب نيجي بقى كده للثلاث اسئلة المهمين اللي انا كنت بتكلم عليهم وهما الاسئلة اللي بتحتاج مني ان انا اقرأ القطع واجيب كل سؤال اجابته من نفس القطع اول سؤال بيقول what is cooper used for what is cooper used for احنا اول سؤال كان النحاس بيستخدم في ايه فاكرين الجملة بتاعتنا اللي هي cooper is used for making electric wires هو ما سألني ش بيستخدم ليه من electric wire فهكتفي بالسؤال فقط طالما سألني على اجابة معينة ما زودش في الاجابة ما اكتبش كل الجمل اللي بعديها لا ده انا بجاوب من خلال السؤال اللي سألوني هو سألني بيستخدم في ايه اقوله بيستخدم في كذا طب ليه بيستخدم في كذا يبقى بيستخدم علشان كذا يبقى لازم اخلي بالي وانا بجاوب على الاسئلة لان كل ما هنجاوب اجابات اكتر كل ما هيبقى الخطأ وارد بسرعة اكتر يعني نمبر اذكر تلات اشياء مصنوعة من الخشب احنا خدنا طبعا عندنا اشياء كتيرة مصنوعة من الخشب هناخد منهم تلاتة بس دول التلاتة اللي انا اخترتهم ممكن تختار تلاتة تانين انت المهم ان احنا ما نزودش في السؤال بتاعنا اجاوب على قد السؤال اللي تسأل السؤال التالت عندنا why are roads made of tarmac احنا ليه بنعمل الroad من التارmac عندي الاجابة موجودة بالزبط بتقول because it has compressive strength الاجابة دي مكتوبة عندي في القطعة بالزبط زي ما هي يبقى انا عندي هنا التلات اسئلة المرعبة بالنسبالي المرعبة لأي طالب وانا بشوف الطلبة بتوعي بيجو يشتقولي دايما من السؤال اللي بيبقى محتاج كتابة كتيرة انا يا جماعة مش عايزك تقلق ولا عايزك تحتار في الاسئلة دي كل ما عليك غير انك تبص كويس قوي للقطعة اللي عندك ونيجي نشوف سؤال سؤال السؤال دا بيتكلم عن كذا اقوم جاي على السؤال حتى line تحت ي الاجابة بتاعت السؤال الاول line تحت الاجابة السؤال التاني وهكذا بكده هكون قدرت ان انا اجاوب واجابة بتاعت بتبقى مختصرة ووافية دلوقتي هنيجي للنوع التاني من اسئلة القطعة اللي هو choose the correct answer from a, b, c, or d السؤال التاني دا بيبقى عبارة عن شويس وبرضه نفس الكلام هقوله اللي انا قلته في اول سؤال خالص ان لازم اكون على دراية بمعنى الكلمات اللي انا بقراها عشان اقدر اختار الكلمة المناسبة في المكان المناسب لها اول سؤال بيقول iron is used for making devices because it is because it is الكلام دا والجملة دي موجودة عندي بالحرف في القطعة وبتقول iron is used for making devices because it is heavy because it is heavy قلنا ان لازم تكون معمولة من مادة تقيلة عشان تبقى مسكة نفسها اكي واسش النمبر 2 road are made of space road are made of space هو عايز يعرف ايه المادة اللي مصنوع منها الroad وبرضو مكتوبة عندي هي مادة التارماك مادة تارماك question number three the underlined word it underlined word it refers to احنا عندنا في القطعة بيبقى في عندنا اي subject عندنا او اي حاجة بنقوم حطين تحتها line خفيف ونجي نسألك السؤال ده بنقول الكلمة اللي تحتها خط اللي هي it تعود على ايه بتعبر لنا عن ايه طبعا انا امراجع بسرعة للقطعة بتاعتي واجي ابص الاقي it كانت عايدة على ايه اقرأ جملة كويس اوي وهنا في القطعة بتاعتنا it عايدة على الود it عايدة على الود بنتكلم عن الود وراح قايل في نص الكلام it اخر سؤال عندنا في النوعية دي من الاسئلة squash is a space squash squash هنا هل هي material مادة خامس احنا اخدنا مادة خامس ماما squash ولا هل هي game لعبة ولا هل هي boot ولا هل هي board طب مين يقول لي هنا دي انا قلت كده الترجم برافو علينا احنا هنا فعلا اجابة السؤال ده squash is a game هي squash زي tennis زي football هي لعبة رياضية بنلعب بكده نكون عملنا السؤال التاني عندنا السؤال اللي بعد كده وهو number four fill in the spaces with words from the list fill in the spaces with words from the list تمام السؤال داولات بيبقى عبارة عن five sentences the five sentences دول بيبقى فيهم five spaces five spaces the spaces اللي عندنا دي هو مش سايبني كده كمان وقال لي اكتب انت الفراغات لا ده هو جايب six words في list كده في الاول وبيقول اختار الاجابة المناسبة لكل جملة فما علي انا الا اني ابص على اللي ست اللي عندي وقراها كويس قوي اللي ست اللي عندي دي فيها six words six وانا عندي five words عايزها في five sentences تخلي بالنا كويس قوي من النقطة دي تعال كده نشوف معي هنحل السؤال دوت ازاي اول حاجة هقرأ ال words اللي عندي عشان اخد فكرة عنها intervals intervals properties unblock honest form transparent transparent انا كده عرفت الستة كلمات اللي عندي والحد ما عرفت معنى كل كلمة منه تمام number one and space person never tells a lie انا عايزة دلوقتي اقول ان شخص صفته كذا ما بيجدبش ابدا يبقى انا عايزة الصفة بتاعتي لو احنا فاكرين كان فيه درس من الدروس بنتكلم فيه عن صفات الكاراكترز بتاعت البني قدمين او الانسان فيه عندنا صفات بتقول الانست هنا معناها ان هو الشخص ده never tells lies يعني ما بيجدبش ابدا ما بيجدبش ابدا وعندنا كمان صفات تانية زي intelligent intelligent يعني he is clever he is clever فيه من الصفات اللي احنا درسناها برضو صفة attentive attentive what is the meaning of attentive attentive means he usually listens carefully listens carefully يعني when you are in the class يبقى you listen carefully to your teacher انت لما بتكون في الفصل لازم تسمع كويس للمدرس بتاعك في الحالة دي يقال عليك ان انت attentive attentive يعني منتبه في صفة تانية برضو درسناها اللي هي punctual punctual means what punctual means ان انت you are you are not late for any date يعني انت ما بتتأخرش ابدا عن اي معاد بتبقى ريح له يعني انا دلوقتي لما اكون punctual يعني انا منضبط في موعيدي منضبط في موعيدي في صفة تانية اخدناها برضو اللي هي cooperative لما باجي اقول ان الشخص ده cooperative يعني بقول ان هو he works well with others works well with others يعني cooperate well with other persons يعني بيتعاون كويس مع الاشخاص الاخرين دي مراجعة سريعة كده على الصفات اللي احنا درسناها قبل كده اللي بتصف الكاركتر بتاعتنا والقدرات اللي احنا بنتمتع بيها نرجع تاني لسؤالنا ونقول and space person never tells lai يبقى معنا كده هنختار ان هي صفة اللي هي honest very good very good يبقى الشخص الصادق هو الشخص الذي لا يكذب number two a wind surfboard is made of plastic space الwind surfboard اللي هو المركب الشراعي بتاعي هو هو مصنوع من بلاستيك فوم انا عندي بلاستيك هنا جزئية من اسم المادة الخام بتاعتي طيب يبقى انا كده البلاستيك فوم لازم اجبهم مع بعض يبقى انا كان نقصني كلمة فوم علشان تبقى المادة كاملة number three please space the pipe there is some dirt in it انا عندي هنا pipe what's the meaning of pipe pipe معناها مصورة مصورة طيب هو هنا عايز طالب مني ان انا اعمل حاجة في المصورة دي لان فيها some dirt يعني فيها بعض الانسداد او القذورات يبقى كلمة مناسبة هنا تفتكري اخد unblock very good excellent يبقى انا هاخد please unblock the pipe there is some dirt in it اوكي السؤال اللي بعد كده a car engine should be oiled at space of three months اوه انا هنا عندي المطور بتاع العربية لازم اغير الزب بتاعه في كلمة خدناها قبل كده في الدرس اسمها ايه at intervals of يعني كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور تمام question number five could you tell me the space of gravity ايه انا عايزة اعرف هنا حاجة عن gravity ايه هي البروبيريتس بتاعته انا عايزة اعرف الخواص بتاعته اللي تخليني استخدمه في استخدامات المناسبة لي طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الخامس write a short paragraph of five sentences on عندي هنا ياولاد في البراجراف دوت بيبقى عندي بكذا طريقة ممكن اجي اقولك انا عايزة اعمل براجراف واجبلك نوعين او موضوعين اقولك اكتف موضوع منهم انت تختار الموضوع المناسب لك انا هنا جايبالك حاجة مبسطة ازاي تكون جملة مفيدة وهي five separate sentences يعني خمس جملة منفصلين مش موضوع متكامل عن بعضه ليه بداية ونهاية لا انا ببدألك بالبسيط عشان اعرفك ازاي تعمل الجملة تعال مع بعض هنا نشوف ايه الـ guiding words اللي هو كتبها لنا موضوعنا النهاردة عن some of the parts of a sailing boat بعد اجزاء المركب الشراعي اول جملة عاوز جدي هنه هي hull made of fiberglass ونعمل بيها جملة الhull هنا اللي هي الهيكل بتاع المركب او السفينة طيب made of هنا ياولاد لازم قبل made of ناخد كلمة is او are طيب hull هنا هل هي مفرد عشان ناخد is ولا جامع عشان ناخد are لا يا ميس احنا هناخد is لانها مفرد يبقى hull is made of fiberglass because it is hard material because it is hard material بتاقي كده سهل جدا انا كل اللي حطيته هو is وحطيت because it كل الجمل اللي بعد كده عايزك معايا يلا نحل مع بعض ونقول هنعمل ايه تاني جملة بتقول rudder برضو made of wood يبقى انا يميس لازم احط ايه بسيطة الردر هنا ده يعتبر مفرد ولا جملة لا مفرد يميس يبقى حط هنا rudder is made of wood very good excellent boom made of aluminum impossible to break نفس الحكاية هنحط برضو boom is made of aluminum because it's impossible to break very very good انا شايف ان احنا اتجوبنا كويس جدا في الموضوع ده بعد كده mast made of aluminum very light نفس الحكاية ها يا ميس هنعمل ايه is made of aluminum because it's very light sell made of polyester resistant to water نفس الكلام هنقول sell is made of polyester because it's resistant to water طبعا السؤال سهل جدا ومعنا كل حاجة سهلة ان شاء الله هنيجي للسؤال السادس اللي هو بيبقى عبارة عن match تعالوا مع بعض كده نشوف السؤال match one part from a with a part from b بيبقى عندي زي ما احنا شايفين كده two columns two columns دول هيبقى في جملة في a هنكملها من b اول جملة عندنا plastic form plastic form طيب plastic form لو احنا قرينا الاربع جمل اللي هناك طبعا هنلاقي الحاجة المناسبة لكلمة plastic form هي is impossible to sink ايه الصفة اللي في plastic form ان هي impossible to sink لا ماينفعش ابدا انها مستحيل انها تغرق طيب steel ايه الجملة المناسبة لها هنا اه steel has toughness دي صفة من صفات اللي steel انه عنده صلابة صلابة طيب الربر الربر اللي هو المطاط ايه الحاجة المناسبة لي it's easy to bend من السهل ان احنا نتنيه من السهل ان احنا نتنيه اخر حاجة عندنا هي الربر اللي هي الحبال طبعا ما فاضلش عندنا غير اختيار واحد فقط اللي هو رابر نتنيه نتنيه كل اللي احنا بنقوله ده النهاردة هو عبارة عن ريفيجن عن الحاجات اللي احنا خدناها كلها وما فيش حاجة جديدة وكل موجود في الكتاب هناخد مع بعض كده ازاي نترجم التراجم الترانسليشن اللي عندنا عندنا بيجينا نوعين من الترجمة اما ان احنا من انجليش او من ارابيك او الجملة عندنا ترانسليت انتو ارابيك انا عايز اعرف الماتيريال اللي مصنوع منها السفينة دي بص الاجابة بتاعتي اريد ان اعرف من اي مادة صنعت هذي السفين تمام كده طيب لات اخبرك عن الماتيريال و احنا تعال اقول لك دعني اخبرك عن المواد الخام الجديدة وخصائصها انا النهاردة عايز اعرفك ايه هي المواد الخام وخصائصها تمام كده بعد كده النوع التاني من الترانسليشن اللي هي ترانسليت انتو انجليش بيجيبلي عندي جملة باللغة العربية وعاوزني ان انا اترجمها بالانجليش اهم حاجة يا ولاد ان احنا لما نيجي نترجم من عرب الانجليزي ما نحاولش ان احنا نسترسل كتير في الكلام ليه لان انا الناتف بتاعتي هي اللغة العربية لو انا استرسلت في الكلام هعرف ان انا اجيب جملة مفيدة لكن اللغة الانجليزية صعبة علي ان انا الم بكل الكلمات اللي عندي فبالتالي اول ما اشوف كلمة او جملة باللغة العربية لازم ان انا اعمل حدود للجملة بتاعتي زي ما بنقول كده بنترجمها يعني بابسط طريقة وانا جايب لك النهاردة جملة بسيطة جدا اللي هي الخشب مادة صلبة طبعا احنا عرفنا قبل كده معنى كلمة الخشب وهي وود وقلنا معنى كلمة مادة يعني ماتيريال وقلنا صلبة يعني هارد يبقى الجملة بتاعتي هتبقى وود از هارد ماتيريال وود از هارد ماتيريال الخشب هي مادة صلبة طيب انا هنا حطيت طبعا نفس الكلام اللي انا قلته ان انا قلت ان قبل الصفة لازم بنحط از وخدناها قبل كده في الدروس بتاعتنا عايز اقول برضو حاجة تاني على الترانزليشن ياريت الطلبة عندي لما بنيجي نصحح الامتحان بنيجي نلاقي حاجات كتيرة قوي في الترانزليشن دي اول حاجة لازم نعملها علشان نكتب الترانزليشن صح ماينفعش ان انا اكتب جملة وقوم حط فراغ وقوم كتبة كلام تاني ده معناه ان انا جيت النهارده قريت كلمة وفي كلمة سقطت مني معناها معرفتوش فبالتالي عملت ايه رحت حط فراغ ورحت مكملة بقيت الجملة لا ماينفعش الكلام ده انا لما باجي اعمل ترانزليشن باخد المعنى العام للجملة باخد التوتال ميننج التوتال ميننج اللي فهمني انت عايز تقول ايه لكن لو انا جيت قطعت وحطيت وكلمة واقع يبقى انا دي مسماش ترجم لأ عشان كده بقولك لما نكون بترجم من انجليزي لعربي انا اقدر ان انا اوصل لك المعلومة بطريقة مبسطة ليه لان انا بتاعتي عربي اقدر ان انا اقول لك كل اللي انا عوز بطريقة لكن لما اجي اترجم من انجليز من عربي لانجليز لا اتوخ الحذر جدا في الموضوع ده ليه لان انا لما هاجي اترجم لازم اترجم على قد الكلمة بالزبط لو انا استرسلت في الكلام اللغة الانجليزية مهيش اللغة بتاعتنا الاصلية علشان كده مهما وصلت مش هوصل زي الناتف لانجوج بتاعته فنصيحة ان احنا لازم في الترانسليشن بالذات حاول ان احنا نستفيد من النقط اللي انا قلتها علشان نقدر نحل بطريقة سليمة ونقدر ان احنا نحصل على اعلى الدرجات في النقط دي احنا كده النهارده حلينا مودي الاجزام كامل على ورقة الامتحان المودي الاجزام المودي الاجزام دوت تعرضنا فيه لعدد الاسئلة اللي عندنا كلها مرورا بالسؤال الاول والتشويس وازاي ان احنا نحل السؤال دوت بعد كده كملنا وقلنا السؤال التاني وازاي نحل الديالوج وبعد كده برضو القطعة وقلنا ان احنا القطعة لازم نركز فيها جدا ونقرأ القطعة كلها ونحاول نحدد الاجابات اللي عندنا بتاعة كل سؤال من الاسئلة المقالية ودي الاسئلة اللي دايما كلنا بنطلق بط فيها وبنحاول ان احنا نحل لها بصعوبة ولكن هي في منتهى السهولة بتبقى السؤال عندي من نفس القطعة بالزبط ما بجيش اجيب اي حاجة من عندي من برد وبعد كده قلنا برضو السؤال اللي هو خاص بال باراجراف وقلنا ان احنا ان شاء الله هنجيب انواع كتيرة من البراجراف والبراجراف اللي انا اخترته النهاردة كان عبارة عن 5 سيبرت سنتنس السنتنس دي انا كنت بعلمك فيها ازاي نعمل جملة مفيدة وفي الجملة دي بنقدر نجيبها بسيطة ومبسطة عشان لما بعد كده اجيب لحضرتك البراجراف الكبير نقدر نعمل مقدمة ونعمل استعراض للجمل ونربط ازاي الجملة بالجملة وهكذا احنا كمان عايزين واحنا بنحل اي امتحان لازم يكون عندي حاجات معينة تكون معايا ايه هي الحاجات دي اولا لازم يكون معايا فوكاب كتير جدا يعني ايه فوكاب احنا طول فترة الدراسة بتاعتنا من خلال الدروس اللي احنا بندرسها في كتاب المدرسة عندنا مجموعة فوكاب كتيرة ارجو ان كل واحد مننا نبدأ من دلوقتي نبدأ من دلوقتي نبدأ نخش درس درس نبدأ وحدة وحدة نجيب كل كلمة جديدة نقراها ونحفظها ونبدأ نتعلمها ونحفظها بدقة علشان ما فيش اي امتحان هتقدر تحله بدون ان انت تعرف معاني الفوكاب دي طب ياميس بس انا مش عارف اعمل ايه في بقية الاسئلة ما هو الاسئلة اللي عندنا عبارة عن ايه فوكاب وجرامر الفوكاب بتاعتي بحفظها والجرامر هي القواعد اللي بتتشرح لي اثناء الترم كله او اثناء الحصص بتاعتي طب ياميس دلوقتي الجرامر بتاعي دوت اعمل في ايه لا ده انا لازم اجل كل لدرس واحفظ الجرامر بتاعه افهمه الاول وبعد ما افهمه اقوم جاية احاول اعمل جمل زي اللي انا عملتها معاك قبل كده ازاي اعمل جملة مفيدة والكلمة دي بيجي قبلها ايه والفعل بنحط قبله ايه وهكذا دي ياولاد بتبقى العناصر اللي لازم تكون معايا وانا بحل اي امتحان طيب انا دلوقتي من الاسئلة اللي انا دايما بغلط فيها دايما ودايما بسيبها من غير حل بتبقى دايما الاسئلة اللي فيها كتابة طب ما هو انا لما اجي اكتب ما هو انا لو كتبت بطريقة مبسطة وبسيطة جدا هقدر ان انا اجيب جملة مفيدة يعني انا لو عندي سؤال كبير والسؤال دوت بيحتمل اجابتين زي مثلا اقول هسألك سؤال يحتمل يا ا يا لأ يا اما تجيبيلي جملة كاملة طب ما انا اقول السؤال اجابته يس ارنق وبس افضل هتاخد اجابتك هتاخد الدرجة كاملة طيب لما اجي هميز دلوقتي باجي احل سؤال انا عندي مشكلة في سؤال الكمبرهنشن تجيب درجات عالية ازاي طب انا دلوقتي لو جاي لقطعة الكمبرهنشن لازم اقرأها كويس جدا واقرأ كل كلمة فيها واعرف كل كلمة معناها بيقول ايه وبعد ما اقرأ كلمة اقوم جاي على الاسئلة المقالية بتاعتي طب انا قرأت الاسئلة المقالية بتاعتي اجي ارجع تاني للقطعة واقوم حتى لاينز تحت الاجابة اللي بتبقى تدل على السؤال الاول وبعد كده قم جا الاجابة دي نقلاها بالزبط هي وهكذا السؤال التاني وهكذا السؤال التالت طب انا خلصت الاسئلة المقالية بتاعتي بتاعت القطعة عندي بعد كده السؤال اللي هو بيديني اربع اسئلة اختار يعني عندي اسئلة وعندي اربع اختيارات طب ياميس اختار طب اختار ياميس انهي اجابة وانهي سؤال في الحاجات دي طيب انا قلت قبل كده ان احنا نعرف معاني الكلمات ونختار الكلمة المناسبة للحل بكده نكون تعلمنا ازاي نحل كل سؤال وان شاء الله في الحلقات القادمة باذن الله هنتعرض لأسئلة اكتر وفي نهاية حلقتنا اليوم انا مجلد ان اتحدث معكم اليوم حتى نتحدث لنعرف اشترك 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 اشترك